فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وأن السماء فرار تبكي إذا فغلت العمال الصالحة وأهل العلم معروفون ما كل من مع شهاده تخرج من كليهم ما كل من حفظ حاديث أو حفظ آيات ما كل من قرأ الكتب يكون فقيهم فقه معروفون عند الناس ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط لدولة اللي يصلح له لولي قائله من أجهل الناس أو من أضل للناس حتى المهم أنه يافق هواه ربما فهذا خطر عظيم ولسي ما في هذا الوقت إنه قل العلماء قل الفقهاء وكثر القراء كثر القراء وقل الفقهاء وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلم حتى إذا لم يبقى عالم تخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان حسب الإمكان وحسب الموجودين أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا لكن خير الموجودين خير الموجودين اتقوا الله ما استطعتم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اشتركوا في القناة